لا أعرف بالذات ماذا تمثل إسرائيل كدولة بنسبة لأمريكا كدولة لكن الذي أعرفه هو أن هناك بقدر ما يرتبط العالم العربي بفلسطين أيضا بقدر ما ترتبط الجاليات اليهودية عالميا بإسرائيل بقدر ما ترتبط التركيب الاجتماعي الثقافي العربي بفلسطين أيضا بقدر ما تجد نفس العلاقة بين اليهود عالميا وإسرائيل ومن هنا تأتي أفتكر سؤال مهم جدا وهو أن اليهود في أمريكا ليسوا بكثيرين هم حوالي أقل من 2% يعني في أمريكا حوالي 360 مليون شخص وهناك تاريخ وأنتم أدرى أهل ماك أدرى بشعابها كيف تأسست الدولة الإسرائيلية أن الدولة الإسرائيلية أسست بناء على وعد بيلفور والإمبراطورية البريطانية وبمسانة أمريكا وروسيا والدول الخربية ومع نمو النفوذ الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية تطورت هذه العلاقة بين إسرائيل وأمريكا والخليج العربي ما نسميه ببترة دولار أنا أحاول أن أحلل الموضو هنا فرارا من ما نسميه سمplicity يعني عندما تجيب على سؤال بسهولة بقيام لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم كما يقول العالم الأمريكي حول بناء الدولة دول في معجمه المفهوم المشهور دولة الوحيدة التي بنتها وتتحكم فيها القطاع الخاص في كل دول العالم الأخرى الدولة هي التي تبني القطاع الخاص وليس العكس بما أن القطاع الخاص هي التي بنت الدولة الأمريكية بما أن القطاع الخاص هي التي تحكمت على السياسات التي رتبت مع بعض الحرب العالمية الثانية بما أن القطاع الخاص هي التي تتحكم في المستعمرات الأوروبية التي خرجت بعد الحرب العالمية الثانية واستقلت في ستينة بما أن القطاع الخاص هي التي تتحكم في المهاجر الأوروبية الموجودة في العالم الآخر بما فيها شرق الأوسط وإسرائيل بما أن القطاع الخاص هي التي تتحكم حاليا على الدول الغربية عبر ما يسمي بلوبي في أوروبا أو في أمريكا لأن الذين يدعمون إسرائيل حاليا في أمريكا مؤزموا ليسوا يهود هناك جماعة دينية مسيحية متطرفة تؤمن بوعد التوراة في إسرائيل وهؤلاء أيضا يدعمون إسرائيل هناك جماعة ضغط مرتبطة بمصالح اقتصادية صناعية أيضا وراء اللوبيات التي تدعم إسرائيل نعم كل هذه المعطيات أفتكر تساعدنا على فهم الموقف السياسي الأمريكي التقليدي من حيث أن الدول الغربي أيضا تدعم إسرائيل وروسيا تاريخيا دعمت إسرائيل إلا في الآوين الأخيرة هذه الخلفية التاريخي أفتكر تساعدنا على فهم الواقع المعاش والمواقف التي نعيشها في دعم أمريكا اللانهائي للدولة الإسرائيلية ما حدث في الجامعات الأمريكية من مظاهرات واحتجاجات بسبب ما وقع في غزة من خضائع إلى مدى يؤشر وكيف يمكن تصيره وليح حاليا نسميه صيف أمريكا الفلسطينية لأن هناك حركات ليست فقط أكاديمية لكن حركات ثقافية والشعبية لأول مرة في التاريخ الأمريكي تظهر جليا مواقفها الدائمة للقضية الفلسطينية لأول مرة في التاريخ حسب جلوب بول وهي الجهة الرسمية التي تتطبع أعراء الناس ومواقفهم تجاه القضايا السياسية في تحليلهم لأعراء الأمريكان في شهر نوفمبر الماضي وجدوا بعد شهرا بعد 7 أكتوبر بعد بداية الحرب كان الغالبية الأمريكان يدعمون الموقف العسكري الإسرائيلي خمسة شهور بعده أو في مارس لما أعيد حصر الآراء وجدوا أن الدعم لإسرائيل تخلصت وجدوا أن فقط 35 سنة من كل الأمريكان المراهقين 35 فقط هم الذين يدعمون إسرائيل وموقفها تجاه فلسطين وخمسة وخمسة في المائة من المراهقين الأمريكان من الناخبين من الأمريكان يدعمون القضية الفلسطينيين لأول مرة في التاريخ هذا في مارس ونتوقع حصر للآراء في الشهر القادم إذن هناك تغيير جذري لأول مرة ترى نوع من الدعم لفلسطين هناك أسباب كثيرة بعدها تاريخية منها أيضا أن الفلسطينيين أفتكر بحكم الجوار مع إسرائيل بحكم الاحتلال الإسرائيلي بحكم الحقائق التاريخية التي تضعوهم على مفترق الطرق سياسيا كدولة أو كلاجئين في لبنان دول العربية ولاجئين في أوروبا أيضا استفادوا من هذه الفرص الناتجة من الناخب هذه فأصبحت الفلسطينيون علماء واحد أكاديميين واحد في المئة من الفلسطين كما قرأتوا يوما ما له دكتوراه مثلا هو أرقى أكبر أعلى بين العرب وتاريخ الفلسطينيون في الجامعات الغربية وتاريخ الفلسطينيون في الجامعات نام ليس فقط العربية لكن في أوروبا وفي أمريكا هناك تراثلس أدوار سايد أيضا كفلسطيني كناطق باسم الفلسطينيين هذا أيضا يعكس إيجابيا بحكم القضية الفلسطينية ونقطة أخرى مرتبطة أيضا مهم جدا أن الفلسطينيين في أمريكا كنت أردت ورقة في هذا الموضوع أن الفلسطينيين لهم أيضا ريادة في الجاليات الإسلامية في أمريكا إندي كتاب نشرتها في 2004 حول الجاليات الإسلام اسم الكتاب مسلم في أمريكا Race, Politics and Community Building الإسلام في أمريكا قضايا العرقية قضايا السياسة وقضايا الجاليات ووجدت فيها أن الهجرات الفلسطينية إلى مدن أمريكية مثل كليفلند في ولاية أوهيو أو ميشيغن هذه هجرات ضخمة ترى سلاسة موجات هجرات فلسطينية لأسباب كثيرة ليس نعوق للحديث عنها لكن الفلسطينيين يصل إلى الأمريكا هم من مؤسس المساجد في الأوساط الأمريكية بالأخص بين السود فتتورت هذه العلاقة الأخوية بين الفلسطيني الذي دائما يستطيع أن لأسباب تاريخية وخلفيات واستمرارية المعاناة في إسرائيل أن يحس ما يجري في المدن الأمريكية لهذه الأقليات فترى أن هناك علاقة أخوية بين الفلسطينيين وهم دائما يدعمون المساجد في دراسة حول هذا الموضوع والجاليات الإسلامية الموجودة في أمريكا وسلوسهم من السود الأمريكان وهذا يعكس كما ترى حاليا أن معظم السود الأمريكان في أمريكا في الكونغرس يؤيدون الفلسطينيين فترى هناك نوع من العراقية حاليا حتى عندما تشاهد في التلفزيون مظاهرة الطلاب ترى أن الأقليات يسمونه الإعلام الأمريكي يرى أن بايدن سيخسر لأن الأقليات يدعمون الفلسطينيين تاريخية ودأت الفلسطينيين في بقعة جغرافية في أمريكا حيث عاشوا بين السود والسود هم أرباب الكلم في أمريكا هم في الموسيقى نعم مؤثرين لهم قوة تأثيرية في الإعلام الأمريكي